الفاء الناتو دعموا أوكرانيا مذ سنوات طويلة والحلفاء عززوا جهودا في الأسابيع والأشهر الماضية من ضمنها مع كميات كبيرة من أسلح المضادة للدبابات وطائرات لمساعدة إنقاذ أرواح الأوكرانيين حدث ناتو الأساسي هو حماية والدفاع عن كل حلفائنا لأننا نتحمل المسؤولية ضماني أن هذا النزاع لا يخرج خارج أوكرانيا لأن هذا سوف تسوي المخاطر أكبر بكثير وأكثر دموية فالحلفاء يعززون تواجدنا الدفاع في بولندا وكذلك الجانب الشرقي من حلفنا الآلاف من الجنود الإضافيين والمئات من الطائرات والسفن ونضاعف تواجدنا خلال الأسابيع القليلة الماضية إلى جانبكم سيادة الرئيس كنت في قاعدة الجوية قبل بضعة أيام التقين القواتل البولندية وعملنا مع الزملاء من الولايات المتحدة كان ملهم جدا أن نرى إلحامهم وعزيمتهم وهذا يبعث برسالة واضحة مفادها أن حلفاء الناتو متحدون وسنحمي بولندا وندافع عن كل بوصة من أراضي الناتو الواحد للجميع والجميع من أجل الواحد كل من يسعى لتحقيق نجاحاته عبر العنف وحقق الفشل وسيفشل رئيس بوتين يريد تواجد أقل من الناتو على حدوده ولكنه شاهد زيادة الأعداد يريد أن يقسم بين أوروبا وأمريكا ولكن المتحدون أكثر من أي وقت سبق يريد أن يأخذ الدول الأوروبية كرهينة للنفط والغاز الروسي بدلا من ذلك هو يدفع الدول لتنوع مؤنهم بشكل أسرع والأهم من كل شيء رئيس بوتين يريد أن يأخذ حرية واستقلال أوكرانيا ولكن الأوكرانيين الشجعان يقاتلون من أجل حريتهم ومستقبلهم أن تدعم بشدة حق كل دولة للعيش بسلام وأن تكون حرة وأن تختار مسارها بنفسها قبل أكثر من ثلاثة عقود بولندا اتخذت قرارها بحرية للمضي تجاه الأوروبا والأطلس والانضمام إلى الناتو أنتم ألهمتم دول عديدة أخرى في وسط وشرق أوروبا لحذو نفس الحذو سياسة الباب المفتوح حققت نجاحا تاريخيا نشر الديمقراطية والحرية عبر أوروبا لغاية هذا اليوم نحن ملتزمون به أنه معزز في معاهدتنا ولا روسيا ولا أي طرف آخر لا يحق أن نقض أولفيتو إذا ما أرادت أن تنطم أي دولة أخرى إلى الناتو هذا قرار سيادي وعلنا جميعا أن نحترمه انضمام الناتو قبل 23 عاما جعلت بلادهم أقوى وأكثر أمنا وجعلت تحالفنا أقوى وأكثر أمنا أعرف أنني استطيع الاعتماد على التزام بولندا والمستمر لأننا في المستقبل تهنين مرة أخرى لهذه المناسبة وشكرا لكم جميعا